وصل وزير الخارجية الروسية سرغي لابروف إلى بكين في زيارة رسمية تستمر يومين ويسعى خلالها لتعزيز العلاقات مع الصين الشركة الدبلوماسية والاقتصادية الرئيسية لبلاده وفقا لوزارة الخارجية الروسية ووضحت الوزارة في بيان أن الوزيرين سينقشان مجموعة من قضايا التعاون الثنائي وكذلك التعاون على الساحة الدولية من جهتها قالت الصين أنها لم تسعى للاستفادة من عمال القتال القائمة في أوكرانيا وذلك في تصريحات تأتي مع وصول وزير الخارجية الروسية سرغي لابروف إلى بكين لمناقشة قضايا من بينها الحرب في أوكرانيا